مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في موعد نشرتكم الجوزة اللي اطلع عليكم من قناتكم الوطنية تبدأوا نشرتنا الجوية بالصورة اللي اختلناها لكم اليوم نحب بكم السيد الخير بالضبط الى وسط مدينة سطيف لهي تشهد تساقط تولوج حمد الله تولوج كانت في الموعد على اغلبية الولايات الشرقية السنك التاحة اذا نلحق حتى العشرة سنتيمترات الوضعية المرتقبة ان شاء الله نهار اليوم الاثنين استقرار جوي رح يكون في الموعد لكن قولوا عليه استقرار جوي مؤقت لانه رح ترجع الامطار ترجع الثلوج ان شاء الله ابتداعا من اسبوع القادم اذا نقولوا مشاهدين المتستعملين طرقات الحيطة والحدر لانه الثلوج رح تبقى في الموعد هناك بعض الطرقات رح تبقى مغلقة اذا الحيطة والحدر سحب الناور العالي ومتوسط اجواء كثيفة على ولاية الهدابة العليا استقرار جوي الصفاء رح تبقى في الموعد على الولاية السحلية الوسطى سحب من النوع العالي والمتوسط على العموم يعني الاجواء مراهيش هتكون صفية على اغلبية ربوع الوطن رح تكون هناك سحب من النوع العالي والمتوسط على ابواب الصحراء وسط الصحراء اقصى الجنوب زوابة عالمية اذا الحيطة والثحدة لمستعمل الطرقات على ادرر واقصى الجنوب سوعة الرياح على العموم على ادرر وتمنرس واقصى الجنوب تتراوح من ثلاثين حتى الستين كيلومتر في السعيد الحيطة والحذر لانه بطبيعة الحال هذه الزوبة الرملية ستؤدي الى الضعف والرؤية الافقية درجات الحرارة اذا من ان شاء الله نهار اليوم ستبقى درجات حرارة منخفضة البرودة تبقى في الموعد باتيجة الكتلة هواء البرد على اغلبية الولايات وثلوج الكثيفة اللي كانت في الموعد درجات الحرارة تراوح من 6 حتى 14 درجات على ولاية الهداب العذية 16 درجة على تلمسان على منطقة الغزاوات ارتفاع سيكون محسوس في درجات الحرارة على الولايات الغربية على وهر المستغانم السعيدة سيدي بالعباس وانتراوح درجات الحرارة من 19 الحق حتى 32 درجة مئوية بعد الظاهرة 20 درجة على الشلف 15 درجة حتى 17 درجة على الولايات الساحدية الوسطى تنخفض بمقياس درجة واحدة على عمنا بطار فسكيكتال 12 درجة على قسنطينة على أم البواقي 14 درجة على تندوف من 15 حتى 16 درجة على بني عباس دبلبلة برج الحواس و20 درجة بوسط الصحراء نفس المقياس بأقصى الجنوب برج باجي مختار عن غزاها معين أزواء وأبريسا البحر ان شاء الله انتهى اليوم مشاهدين كرام على العموم سيبقى مضطرب هايج على سواحيل العوانات نستلس حتى المرسب المهيدي سيبقى الاضطراب على السواحيل الشرقية اتجاه الرياح على السواحيل الشرقية كما اللحظوا راح تكون الشمالية تابة منتعة وترجع شمالية شرقية على سواحيل العوانات ججل نفس الاتجاه على سواحيل نستلس حتى السواحيل الغربية سواحيل مرسب المهيدي مشاهدين لهنا اخنا ختم عود نشرتكم جوية لنهار اليوم الاثنين ربعتاش في فبريل ٢٠٢٢٢٠ ٢٠٠ دقيقة مساعين اكيد لمزيد من المعلومات نقلكم معكم غير تزوروا مواقع الوطنية تيفي قاموا مع برامجنا طلعوا فرحتكم